مرأس القاهرة الإخبارية في واشنطن رامي جبرى أطلعنا على مزيد من التفاصيل في رسالته التالية لجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الخيار الصعب ولكنه الخيار الأسهل في هذه الفترة التي تتزامن مع ارتفاع مستوىات التضخم وفي نفس الوقت أيضا أزمة مصرفية عصفت ببعض البنوك الصغيرة ولكنها لم تصل بعد إلى البنوك الكبيرة ولكن هناك أزمة مصرفية واضحة في النظام المصرفي الأمريكي منك الاحتياطي الفيدرالي تأخذ قراره برفع نسب الفائدة بربع نقطة مئوية فقط بدلا من الخيار الذي أعلن مسبقا أو الاحتمال الذي أعلن مسبقا برفع نسب الفائدة بنصف نقطة مئوية وفي نفس الوقت كان هناك مقترح مستبعد تماما وهو تثبيت أسعار الفائدة حفاظا على أنشطة الإقراض في النظام المصرفي للبنوك ولكن لم يلجأ لهذا الخيار نظرا لأن خيار رفع نسب الفائدة بربع في المئة لا يضغط على البنوك كثيرا فيما يخص أنشطة الإقراض وفي نفس الوقت هو يضمن السيطرة بعض الشيء على مستويات التضخم التي لا تزال مرتفعة والتي قال عنها جيرون باول إنها لا تزال تضغط على الأسر الأمريكية مستويات التضخم حول الستة في المئة تقريبا قال أيضا جيرون باول إن المستهدف من وراء رفع نسب الفائدة هو السيطرة على التضخم للوصول به إلى نسبة اثنين في المئة لا يزال إذن المشوار طويل أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي ولا نزال أمام عمليات أخرى لرفع نسب الفائدة حتى يتم السيطرة على التضخم لكي يصل إلى نسبة الاثنين في المئة المستهدفة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي تأثير ذلك في الحقيقة على أسواق المال أمس كان مختلطا جدا كان هناك الكثير من الإشارات المتباينة داخل سوق المال الأمريكية في الصباح وقبل إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع نسب الفائدة كان هناك ارتفاعات في المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت ولكن بمجرد ما تم الإعلان عن أسعار الفائدة عادت هذه المؤشرات إلى الانخفاض بعد أن كانت مرتفع عادت للانخفاض وأغلقت بمستويات انخفاض حول الواحد ونصف في المئة تقريبا كل المؤشرات مثل ستاندارد أنبورص 500 وكذلك نازدك وأيضا داو جونز كلها أغلقت بالأمس منخفضة نتيجة قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع نسب الفائدة لا يزال أمامنا الكثير من العمل في بنك الاحتياطي الفيدرالي أي نعم ستكون السياسات النقدية أقل تشددا من العام الماضي ولكن سيبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياساته التي تقضي برفع نسب الفائدة وربما تعتمد عملية رفع نسبة الفائدة بربع النقطة المئوية كمنهج لعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري بهدف السيطرة على التضخم والوصول به إلى المستويات المنشودة عند 2%